عاش جمهور مدينة اسفاقس عشية يوم الجمعة على وقع عرض مسرحية الريح البرة مسرحية لم تكن كغيرها من المسرحيات حيث تقمس أدوارها نزيلات من السجن المدني باسفاقس سافروا بالجمهور الحاضر إلى داخل السجن وقصوا عليه روايات وحكايا من وراء قذبان السجن المدني باسفاقس بعزلته وحكاياته خرج شعاع من نور ونسيم يتوق إلى ملامسة أهداب الحرية ولول لحظات فاستقر هناك على خشبة مركز الفنون الدرامية في شكل مسرحية أثثتها ثلة من نزيلات السجن المدني باسفاقس تحت عنوان الريح البرة مسرحية أنجزت بالتعاون بين السجن المدني ومركز الفنون الدرامية والركحية باسفاقس وجمعية مسرح الطموح بالشبيكة للناس اللي مش تجي تتفرش أولا مش نقولولهم أنه حتى في الحبس ثم كفاءات وثم مواهب ثم ناس قادرة على استعمال المسرح كمحمل تعبيري صوتي وبدني وفيها معناتها خيال وغيره وكيف كيف باش يشوفوا أنه كل واحد مؤهل إذا كان مش تحفظش على روحه وما يتصرفش تصرف معناتها مدروس بعقلانية ينجم غدوة يكون في الحبس مش نحكيه على وضعيات بعض السجينات أسباب هي مش أسباب حقيقية يعني مش تشوفوا شخصيات تحكي مش حكايتها هي لأنه نصة نكتبته قبل ما نمشي به للسجن معناتها الريح البرة هكا وفيه 12 سجينة نتمنى أنه رب يخفف عليهم إن شاء الله ويخرجوا وكيف كيف يعني التأهيل تتبعوا حاجة لها الإدماج ما بعد الصراح يذكروا أن عدد المنتفعين بمنظومة التكوين والتأهيل في السجون التونسية شهد تطورا ملحوظا بلغ سنة 2018 1780 منتفعا فيما بلغ عدد السجون المحتضنة لبرامج التأهيل والتكوين 11 وحدة سجنية